اشتركوا في القناة القمر موجود في منزلة الهنعة وهي تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يمكد فيها حتى تمام الساعة 23 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء بالنسبة للقمر طبعا القمر في الجوزاء بما انه في الجوزاء معناته بيأثر على جميع الابراج في هاي الفترة بننشط باتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي طبعا اليوم في عنا زاويتين خلوم مسار وانتقال عطارد الزاوية الاولى هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة 22 و 12 دقيقة صباحا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبي رح تكون بين القمر وبين نبتون ورح تكون في تمام الساعة 4 و 21 دقيقة صباحا بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيدا عن الواقع وبتجعلنا غير عمريين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ خلو المسار اللي مدة 24 ساعة تقريبا او 23 ساعة خلو المسار هذا رح يبدأ ساعة 4 و 21 دقيقة صباحا يعني بمعنى طول النهار خلو المسار ورح يستمر حتى اليوم التالي اي لتمام الساعة 3 و 32 دقيقة صباحا من يوم 22 وهذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثميل بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار اما بالنسبة للامر الحدث اللي بده يصير اللي هو انتقال العطارد اللي هو انتقال اللي قبل الاخير انتقاله رح يكون للقوس من العقرب للقوس الساعة 57 دقيقة مساء وهذا الانتقال طبعا مدته لمدة ثلاث اسابيع يعني بمعنى اخر رح يمكث في برج القوس لغاية ليلة او منتصف ليلة عشرين على واحد وعشرين يعني ثلاث اسابيع من عشرين لواحد وعشرين ليلة عشرين على واحد وعشرين اتناش اي ثلاث اسابيع تقريبا خلال الفترة المذكورة بيشعر موليد برج القوس بقوة الفكر والادراك الجيد للامور وبتزداد رغبتهم في الدراسة والمطالعة واجراء الاتصالات او القيام بالسفريات الضرورية بتكون لديهم القدرة على اقناع الاخرين بوجهة نظرهم بيستفيد معهم في ذلك موليد الابراج النارية اي الحمل والاسد والهوائية مثل الجوزاء والميزان والدلو وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب عطارد ساعة ولادته في برج القوس من يولد وعطارد في القوس بيكون منفتحا فكريا وبيتقبل اراء وافكار جيدة طبعا بالنسبة لتواجده في القوس بيأثر على كل برج بتأثيرات مختلفة برج الحمل بينشطه في امور العلاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة وبيستفيد التجار في عمليات الاستيراد والتصدير اما بالنسبة لموليد برج الثور بينصب او بتنصب افكارهم حول الامور المالية المشتركة لادخال تحسين عليها اما بالنسبة للجوزاء بيميلوا لتبادل الافكار والاراء مع الشركاء ان كانت شراكة عمل او شراكة عاطفة اما بالنسبة للسرطان افكارهم بتفيدهم في التعامل مع زملاء العمل اما بالنسبة للأسد بتزداد نشاطاتهم الادابية وحث اولادهم على الدراسة وحتى بالتواصل العاطفي او تواصل الفكر العاطفي ما بينه بين الاحبة اما بالنسبة للعذراء بتنصب افكارهم حول الامور العقارية وعندهم قدرة على الاقناع او اقناع افراد العائلة بوجهة نظرهم اما بالنسبة للميزان بيكون النشاط عندهم بسفر قصير والاتصالات لمسافات قصيرة وبتنصب عند الطلاب الافكار للمطالعة وقسم منهم ممكن يفكر بشراء سيارة اما بالنسبة للعقرب بتنصب افكارهم حول افضل الطرق لكسب المال اما بالنسبة للقوس يعني هنا بيتمتعوا بقوة الفكر والادراك الجيد والسرعة البديهة واقناع الاخرين بوجهة نظرهم اما بالنسبة للجدي بينجذبوا لمواضيع غامضة في الحياة اكثر من السابق وبيحاولوا ادراكها اما بالنسبة للدلو بيميلوا لتبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء برج الحوت افكاره بتفيد في مجال العمل طبعا بالنسبة لعمر القمر القمر المكتمل 16 يوم في تمام الساعة 23 دقيقة عصرا بيصبح 17 يوم نسبة الاضاءة 95% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 مزاجها سعيد بنسبة 45% لانها بدأت تشكل زاوية التثليث ما بين الشمس وما بين المريخ الموجود بالحمل القمر في الجوزاء حتى يوم 22 منتحس بنسبة 10% عطارد في العقرب ورح ينتقل القوس لا يوم 20 على 21-12 مزاجه سعيد بنسبة 45% الزهرة في العقرب حتى يوم 15-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 مزاجه سعيد بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 12% نبتن في الحوت سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات القصيرة طبعا بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليون والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر الزيارات والتنقلات عندك برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات لاستحقاقات مالية لفواتير أهم شيء أن تتجنبوا نزوات التسوق حاذر من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات بتنشغل بمسائل مالية متنوعة برج الجوزاء أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتلمس انفراج وبترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ بالفترة هاي بتواجه الوقائع بمنطق وعزيمة وبتتلقى جواب هذه الفترة وبتتوضح لك بعض الأمور بانتظارك لقاء مرحلة جديدة برج السرطان بينال التعب منكم لليوم الثاني على التوالي ولآخر يوم يعني بكرة القمر بصير موجود عندكم تتحسن الأمور أهم شيء أنه اليوم تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذاءكم وراحتكم ابتعد عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالإنفعالات خذ قسط من الراحة إذ قد تعيش لحظات صعبة خلال فترات هذا اليوم حاذر من الفشل والالتباس أو التراجع الصحي برج الأسد طبعا هذا آخر يوم يبل وصول القمر لبيت المتاعب فعشان يحاولوا اليوم تنجزوا كل الأشياء المهمة قبل التعب اللي جاي خلال فترة انتقال القمر للسرطان فبتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء هذه الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم ممكن أنك ما تقدر تنجز عملك بشكل كامل دون واسطة أو تدخل أحدهم استشير أهل الإختصاص تطمئن مخاوفك وتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك لا تستسلم بل تفائل بالخير برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ كون على قدر المسئولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة أحدهم إلك دع خجلك جانبا وعبر عن آراءك بثقة وجراء اتجنب الكلام القارص برج الميزان من يتقدم لامتحان أو مقابلة يجب أن يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ابحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين قد تضطر لتراجع عن موقف ما بتكثر الانشغالات الإدارية حاذر من المتاعب الصحية برج العقرب أدخل التعديل المطلوب على أموركم المالي المشتركة سارع إلى ترتيب أوراقك وملفاتك تحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة لا تبقى وحيد ولا تتقوقع شارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفي هاي فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات بتعيش لحظات صعبة ومحرجة بتعاكسك الظروف وبتظهر أو بتظهر معاكسات كبيرة من أصعب أيام الشهر أهمش أنك ما تخالف القوانين وما تكون ساخر برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع الصحي باكر لعملك واترك مساحة للغير للتحرك باستطاعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا بتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا قد تعيش فرحة ونجاح لكنك قد تضطر لمساعد أحد أولادك أو أحبائك بفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك فكن شاكر له ولا تنسى رد الجميل برج الحود بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة معني حاول أنك تخصص وقت مهم للعائلة ولا شؤونك الخاصة لا تتسرع في الحكم على الأمور وعلى الأشخاص ممكن تعاني من سوء التفاهم والشك أو القلق من مسأل ما هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر